هكلمك النهاردة عن فرصة مش لدولة واحدة بس لأكتر من دولة لأن أنا النهاردة هكلمك عن فرصة بشروط سهلة أوي هتقدر تدخلك أي دولة من دول المملكة المتحدة البريطانية فلو عايز تشتغل وتغير حياتي وتروح لمكان مميز جدا كمل الشرح ده للآخر يا صباح الفل أهلا وسهلا بيك عزيزي المتابع يارب تكون بخير أكتر من حد كلمني الفترة اللي فاتت عن فرص بتكون متاحة في المملكة المتحدة يعني بكلمك عن انجلترا وسكوتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية هي دي المملكة المتحدة طيب ليه بقولك النهاردة هكلمك عن فرصة مختلفة لأن الفرصة دي بكل بساطة هتقدر تدخلك للمملكة المتحدة أي دولة من الدول دول عن طريق فيزيت العمالة الحرة هكلمك النهاردة عن شروط بسيطة أوي كل المطلوب منك تكون مجاهي السي في قوي يتخطى محركات ATS للبحث وتكون بتقدم على وظيفة كريتيكل كل ده هقولولك في الشرح دلوقتي وهقولك تقدم إزاي طيب مطلوب مني أركز جدا في الشرح لأن كل حاجة هقولها هتكون معلومة موثقة محتاج منك إنك تشتغل عليها صلي على الحبيب لايك شير سبسكرايب يلا بسرعة نجري نفتح المواقع الرسمية ونبدأ نقدم مع بعض ونشوف تجربة حقيقة خطوة بخطوة خلينا أقولك إن إحنا في الشرح ده هنشتغل على ثلاث محاور أول محور إيه هي الشركات اللي تقدر تعملي سبونسر وإزاي تجيبني وأبقى شغال عندها وفي نفس السياق بتاع المحور ده هنشتغل كمان على الوظائف اللي مسموح ليها أو الوظائف اللي تعتبر حرجة ومطلوبة عشان أقدر أدخل عن طريقها لبريطانيا ثاني محور هشتغل عليه وهي إيه هي مزايا الفيزا دي ثالث محور هشتغل عليه إزاي أقدم فياريت نركز مع بعض وكبات الأول حلوة بتاعتك عشان نبدأ نشتغل بسرعة طيب مبدئين كده ده الموقع اللي في الليستة بتاعتي الشركات اللي عاملة سبونسر أو تقدر تدخلك أهو قائمة الشركات التي يمكنها رعاية التأشيرة في المملكة المتحدة ده موقع إندت كاريرز ده من ضمن المواقع العالمية احنا اشتغلنا عليه في كندا اشتغلنا عليه في استراليا اشتغلنا عليه في نيوزيلاندا موقع مميز جدا وموقع من المواقع المؤثقة هنا في تحليل لإيه هي الفيزا أو رعاية التأشيرة وإزاي بتحصل وإزاي بيتواصلوا معاك وبعدين قال لك الشركات اللي تقدر تعمل لك ده في بريطانيا دي قائمة مبدئية القائمة دي هتزيد على فكرة الفترة الجاية قال لك باركليز كيلفورد شانس أرنست يونج جلاسكو سميث HSBC KBMG وانزل تحت هتلاقي القائمة مكينزي وشركاء فيها تقريبا قطعات كتيرة جدا هتلاقي رولز رويس وحاجات كتيرة جدا دي كده قائمة بتاعت الشركات اللي تقدر تعمل لي رعاية طيب ايه الوظائف اللي مطلوبة بقى ده لينك هتلاقي فيه كل الوظائف او المهن المطلوبة قطعات وكل قطع بيخرج منه زي شجرة ليها الوظائف او القطعات اللي تحتها يعني مثلا هنلاقي قطع المديرون وكبار المسؤولين هنفتح تحت هنلاقي مدراء الشركات والمدرين والمالكين الاخرين لو نزلنا دوسنا هنا هنلاقي مدراء الشركات برضو فيها اكتر من شجرة وكل شجرة مقسمة هتفتحها تلاقي فيها الوظائف بتاعتها طيب انا عارف ان القائمة دي بالنسبة لنا مش هي قائمة الاتركت تعالي ننزل بقى المهن المهنية المتخصصين في كل حاجة بقى تكنولوجيا والصحة والتدريب طيب تعالي ننزل عن العمليات والمصانع لان دي هي والمهن الابتدائية اكتر حاجة هلاقي فيها فرص كويسة ومناسبة طيب العمليات والمصانع هلاقي فيها القطعات اللي هي تشغيل المعادن وتشغيل الالات وعمال البناء وعمال الحفر والسقلات وعمال الطرق فلو حضرتك تعرف تشتغل اي وظيفة من دي هتبقى سهلة بالنسبة لنا ونقدر نقدم فيها وبتالي انها مش بتطلب خبرات عالية هنلاقي السائقين النقل البري سائقين ومشغلين الالات المتنقلة زي مثلا الناس اللي بتركب الرفعات الناس اللي بتركب الفوركليفت الماريتريك تابل الفرونتال الحاجات دي كلها اللي هي الرفعات الشوكية هننزل المهن الابتدائية هنلاقي المهن الاولية والمهن ذات الصلة زي ايه بقى المهن الزراعية الاولية المهن البناء الاولية الادارات الخدمية فدي المهن اللي احنا ممكن نبدأ نقدم عليها لان المهن دي مطلوبة بقوة جدا يبقى احنا كده عرفنا الشركات وعرفنا المهن طبعا انا مش هفكرك ان انت تعمل سبسكرايب للقناة لان احنا الفترة الجاية هننزل حاجات كتيرة جدا وهتفيدك تعال نخش على المحور التاني بالمناسبة يا جماعة قبل ما نخش على المحور التاني دي كده قايمة بالمهن الصحية من الموقع الرسمي للخارجية البريطانية هتلاقيني برضو سابهالك في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو في قطاع التمريض برضو هتبقى مناسبة لك جدا تعال نشوف بقى الملخص بتاع التأشيرة دي طيب التأشيرة دي هي عبارة عن فرصة بتيجي من صاحب عمل حضرتك بتيجي عن طريقه وبتعد خمس سنين داخل البلد بعد الخمس سنين دول او خلال الخمس او في اخر الخمس سنين هتقدر تقدم على الاقامة الدايمة والاستقرار طب لو انا ما قدرتش هقدر اكمل خمس سنين تانين طيب تعال بقى نقرأ مع بعض كده طبعا انت لازم تاخد شهادة رعاية من صاحب العمل اللي موجود في المملكة المتحدة شهادة الرعاية اللي هي ال اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو خالص طيب هيدهلك ليه؟ عشان حضرتك بتقوم في عمل مدرج في قيمة المهن المؤهلة اللي هي القيمة اللي احنا جبناها بعد الشركات وشرطة اساسي ان انت تكون بتحصل على مش اقل من الحد الادنى من الراتب اللي يعتمد عليه للعمل والعيش داخل المملكة المتحدة وده عشان خاطر حضرتك تعيش كويس انت واولادك طيب ايه الشروط؟ هو يجب ان تكون قادر على التحدث باللغة الانجليزية قراءة وكتابة وفهم عشان كده بنسبة كبيرة لو حضرتك من الدول اللي بتتكلم لغة عربية هتحتاج اثبات لغة هو مش محدد لك نوع الاثبات يعني مش بيقولك هاتلي ايلتس او هاتلي كذا او هاتلي كذا او هاتلي كذا فبالتالي انت لو معاك شهادة كويسة وتقدر تروح تعادلها تقدر تروح بريطانيا بكل بساطة تعال بقى ننزل للنقطة المهمة اللي انا قلتها في بداية الفيديو خالص يمكن ان تستمر تأشرتك لمدة تصل الى خمس سنوات قبل ان تحتاج لتمديدها ستحتاج للتقدم بطلب تمديد تأشرتك او تحدثها عند انتهاء صلاحيتها او اذا قمت بتغيير وظيفة او صاحب العمل وانس حضرتك جيت عن طريق شركتي وانا جيت بعد سنتين نهاية العقد معاك او حضرتك نهاية العقد معايا وجالك عقد عمل او فرصة افضل فبالتالي هتحتاج ان انت تجدد التأشيرة بتاعتك تاني وهتاخد خمس سنين جداد طيب بعد الخمس سنين قد تتمكن من التقدم بطلب للاستقرار بشكل دائم في المملكة المتحدة المعروف بقى جازة غير محددة للبقى ده بيمنحك الحق في العيش والعمل والدراسة المدة اللي انت عايزها والتقدم بطلب الحصول على كل المزايا اللي انت عايزها هقدم ازاي عن مباسم هقدم على الانترنت هقدم من خارج المملكة المتحدة ده اللي مطلوب منك طيب الوقت اللي انت بتاخد فيه التأشيرة من اول ما تقدم لغاية لما التأشيرة بتجيلك هيبقى ثلاث شهور طيب بمجرد التقديم وإثبات هويتك والمستندات الخاصة التأشيرة بتاعتك بتطلع خلال ثلاث أسابيع لو كنت خارج المملكة المتحدة طيب التأشيرة ديت انا باخدها ازاي بقى خلال ثلاث أسابيع انا بقدم او العملية كلها بتاخد معي ثلاث شهور في ان انا اقدر اوصل لصاحب شغل وبعدين صاحب الشغل ده يبدأ يتبعث لي الشهادات ويبعث لي الحاجة بتاعتي لان السايكل ماشية ان صاحب الشغل هيبعتلي وانا هبدأ اقدم مش هقدم الاول وبعدين صاحب الشغل هيبعتلي لا العكس انا هتواصل مع صاحب الشغل عشان كده هتلاقيني سايبلك الموقع بتاع البحث عن وظائف واتلاقيني سايبلك الموقع اللي في الشركات تقدر تخش تبعت للشركات دي على طول تمام ايه بقى اللي اقدر اعمله مع التأشيرة دي هقدر اشتغل في وظيفة هقدر اذاكر او ادرس هقدر اجيب اولادي وزوجتي هقدر اشتغل في عمل اضافي لو عندي ظروف معينة هقدر كمان اشتغل في العمل التطوعي هقدر اسافر لخارج المملكة المتحدة وارجع تاني هقدر اقدم على طلب استقرار كامل طيب كده ده المحور التالت او المحور التاني بتاعنا بعد ما شفنا ايه الشركات وشفنا ايه الوظائف عرفنا ايه المزايا بتاعت الفيزا دي وانا شايف ان هي مزايا قوية جدا تعال طيب نشوف احنا ازاي بقى هنقدم بسم الله ده اللينك بتاع الموقع بتاع التقديم طبعا انا هقدم معك في البداية بس عشان خطرة تبقى عارف الدنيا بتمشي ازاي بيقولك انت مخطط ان انت تعيش بين في انجلترا ولا سكوتلندا ولا ويلد ولا ايرلندا ولا هتعيش في جيرسي ولا جيرسي ولا هتعيش في ايسل اوفمان احنا نقوله انجلندا وسكوتلندا ويلز وارلندا ونقولكم تاني دخلني على السؤال تاني بيقولي انت معاك باسبور للاتحاد الاوروبي او لسويسرا فهقوله لأ بعدين دخل هنا بيقولي اختار بلدك هاجي هنا واقوله مثلا ايجيك هاجيب هالي طب تعالى مثلا نقوله موروك هادي موروك تعالى مثلا نقوله هادي الجذاء تعالى نقوله سودال هادي السودال طب اليمن هادي اليمن انا ليه باوريك كل ده باوريك ان كل الدول مفتوح لها ان هي تقدر تخش عن طريق البيزة دي ودي ميزة كويسة جدا تعالى نقوله ايجيب هنقوله ناكست انا اخترت له اول اختيار فوق لانه هو بيقولي خلي بالك مش هتعرف تغير اللوكيشن بتاعت فقولت له اوكي وبعدين نزلت تحت خالص لقيت كلمة ابلاي دي هدوس على ابلاي هبدأ حطله الايميل بتاعي وحطله الباسفورد بتاعي وكرره تاني انا كده بعمل اكاونت جديد وهقوله save and continue طيب انا بمجرد ما حطله الايميل بتاعي هيبعتلي بريد الكتروني على البريد بتاعي الشخصي ويبدأ يقول لي انت بدأت تكمل اوراق الفيزة بتاعتك ويبعتلي لينك من اللينك ده اخش افتح وابدأ اكمل البيانات بتاعتي خالص ايه اللي بيتطلب مني في البيانات بيتطلب مني ابعت له صورة شهادة الرعاية وابعت له صورة عرض العمل اللي الشركة بعته لي وابعت له بقية اوراق زي الباسفورد والاوراق الدعم اللي هو هطلبها مني هيطلب مني شهادة اثبات لغة هو مش طالب مني حاجة معينة مش طالب مني كمان درجة معينة هو طالب مني بس اكون بعرف اتكلم ودي حاجة هتبقى سهلة جدا بالنسبة لناس كتير هي مش مستوها عالي في اللغة بس هي عارفة تتعامل وبعد ما بعت له ده كله هيبدأ يقول لي انت معاك من دلوقتي تلات اسابيع وتبقى التأشيرة في حوزة حضرتك وبمجرد ما التأشيرة تجيلك هتبدأ تتواصل مع الشركة اللي انت قدمت لها وبعتت لك العرض وتبدأ تتفق معاها على اجراءات ان انت تنتقل وتيجي او تروح بريطانيا طيب بعد ما بروح بريطانيا هقدر اخد اولادي معايا ونرايح لا بس تقدر لما تروح تقدم بعد فترة بسيطة يعني انت اللي هو كده كده هتروح تتعرف على الحياة وتشوف وتأجر بيت وتزبط دنيتك وتبدأ تبعت لزوجتك والاولادك ان هما يجولك على بريطانيا معك خمس سنين وبعد الخمس سنين دي يا اما حضرتك هتقدم على ان انت تاخد اقامة دائمة او اجازة دائمة يا اما حضرتك هتقدم ان انت تجدد لخمس سنين تانية لو انت بنفس الطاقة والشركة عايزك وتقدر خلال الفترة دي تسيب الشركة دي وتروح لشركة تانية وتبدأ معاها خمس سنين من جديد فقدم على فرصة بتاعت النهاردة وبالتوفيق للجميع احنا لغاية هنا خلصنا الفيديو شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة